اشتركوا في القناة وإدارة جديدة لجنة الحكام وإدارة جديدة أو ربطة أندية جديدة تتولى مسئولية الإشراف على مسابقة الدوري وأنه بوادر الموسم كمان كانت مباشرة فتوقعنا الحقيقة أنه مع استمرار الموسم وتوالي المباريات أنه الفضائح التحكمية وأنا آسف أن أنا بقول فضائح لكنها مش لاقي مصطلح أكثر دقة لوصف ما حدث في الموسم الأخير الفضائح التحكمية اللي كانت لها تأثير مباشر وواضح على سير البطولة وعلى نتائج الفرق المتنفسة على تحقيق اللقب واستبعدنا تماما أنها ممكن تكون موجودة السنة دي ولكن الحقيقة من بدايات الدوري وفي وإحنا بنفرق كويس جدا بين الأخطاء غير مقصودة أو الأخطاء الغير مباشرة والأخطاء المباشرة في فرق كبير جدا بأنك أنت وما فيش بشر مش معصوم من الخطأ تغلط غلط غير مباشر لكن بيبقى صعب علينا جدا أن نتقبله في حالتين أولا في وجود الفر لأنه ده معناه أنه في أكتر من عين بتقوم بدور الحكم عين جوه الملعب وعين بره الملعب وعندها من الفرصة ومن الوقت اللي يسمح لها بمراجعة أي لعبة مشكوك فيها وخصوصا إذا كانت اللعبة دي مؤسرة يعني مش بكلم حداكم على فريق مثلا كسبان 3-0 وليه ضرب الجزاء هي لعبة غير مؤسرة يعني في النهاية آه حقه يقدم أنا مش معطلت لكن أقصد أقول نتيجة الوقع دي لو خصلت أو عد الخطأ ده على حكم الساحة وحكم الفر هو في النهاية خطأ غير مؤثر ولن يؤثر مباشرة على نتيجة المباراة والعكس الصحيح لكن يحصل أنه يتكرر في أكتر من مناسبة أخطاء تكون نتيجتها تغيير نتيجة مباراة هو ده اللي ابتدى يحصل فيه الدوري المصري واللي بيأكد في النهاية على فكرة أنه إذا ما غابت العدالة وإذا ما غابت فرصة أو مبدأ تكافؤ الفرص وإذا ما ظهر ظهور بين لحالة تحيز أو إنحياز من التحكيم القضاء داخل ملاعب الكرة لنادي ضد نادي آخر أعتقد أن ده بيهدد نجاح المسابقة بالكامل ويهدد كمان الحقيقة تجربة كنا نتمناها نجاحة مش بس عشان فكرة تحقيق لقب من عدم وإن هنا مش بتكلم بس على النادي الأهلي أنا بتكلم على حقوق كل الأندية وهنا بتكلم على مسابقة الدوري المصري حبا وغيرا على نجاح بطولة مفترة أنها تكون أهم بطولة في المنطقة العربية وأهم بطولة في القارة الأفريقية ومش ممكن أبدا تنجح بدون نجاح كل عناصر المنصومة ومن نفس المنطلق ده وحرصا على نجاح بطولة الدوري وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنفسة على البطولة النهاردة كان فيه تواصل من كابتن محمود الخطيب مع السيد جمال علام رئيس التحدي الكورة والسيد أحمد دياب رئيس ربطة الأندية خلال الاتصال ده تم استعراض كل الأخطاء التحكمية اللي شاهدتها جميع المطشاط أو المباريات في الأسابيع الأخيرة في بطولة الدوري وكان لها تأثير الأخطاء اللي كان لها تأثير مباشر على ننتاج المباريات وتم استعراض أيضا عدم المساواة في فترة الاستعداد اللي بتحصل عليها الفرق المشاركة في البطولة بين المطشاط وكابتن محمود الخطيب أكد على ضرورة تدارك الأخطاء دي وعدم تكرارها مرة تانية ومراجعة كل شيء ممكن أن يتنافى مع مبدأ أو مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية نتمنى أنها تكون صفحة ونتويها وأتمنى وأنا الحقيقة دايماً بقول يعني فيه وقت كتير جداً خدوا بالكم يعني فيه حاجات كتير جداً من الممكن أنها تساهم بشكل كبير جداً في استفزاز الجماهير وجزء أصيل وأساسي من فكرة ضياع لقب الدوري وتقبل وحط تحت كلمة تقبل جماهير النادي الأهلي لخسارة اللقب السنة اللي فاتت الموسم الأخير ده هو إدراكهم تماماً أن الأمور كانت خارجة عن السيطرة وإدراكهم تماماً أو تزديقهم لفكرة أنه كان فيه تحيص في أوقات كتيرة جداً ضد الأهلي في مطشاط ولصالح منافسي الأهلي في مطشاط تاني نروح لمطشنا النهاردة عشان ما ضيعش وقت حضراتكم وحاول أغطي لكم أخبار حلقتنا بالكامل النهاردة طبعاً الأهلي والمريخ مطش الساعة 9 في منتهى منتهى الأهمية المطش هيتلاعب على ملعب الأهلي وهي السلام بالمناسبة ده لقاء معجل مفترض كان مشوار الأهلي في البطولة دي يبتدي بمواجهة المريخ بس طبعاً حضراتكم عارفين أنه الأهلي كان بيشارك في كاس العالم على كل أحوال يعني في نهاية الأمر أنت أمام منعطف خطر يعني زي ما بيقولوا المطش النهاردة ما بيقبلش الإسمع على الاثنين نتيجة الهلال ونتيجة سانداونز إلى حد كبير جداً صعبة موقف الأهلي في المجموعة ما عندوش بديل ما عندناش بديل والعيبة نزل الملعب النهاردة يا عارفة ده عندكش بديل غير المكسب وأي نتيجة غير المكسب تهدد بشكل كبير جداً فرصتك في التأهل وتحقيق لقب في بطولة يعني لو حطنا الثلاث بطولات جنب بعض النجمة التسعة والنجمة العشرة وبإذن الله النجمة الحداشر أنا شايف أنه الحداشر أسهلهم بصراحة يعني بدون مقارنة على كل المستويات سكواد الفريق السانادي النجوم اللي موجودة فيه الخبرة اللي بقت عند اللعيبة هاني من سراتين كان فين وهاني السانادي بقى فين الصفقات الجديدة ميكسوني وقاليو ديانج وعلي معلول اللي خدوا خبرات تحقيق البطولة مع النادي الأهلي وخدوا خبرات اللعبة مع كبار العالم في بطولة كاس العالم الأندية وحاول مركز التالت ولعبوا مع باير ميونيخ ولعبوا مع بالميراس ولعبوا مع مونتري ولعبوا مع الهلال ومع الدحيل يعني الخبرات المتراكمة دي مش ورق في البطولة السنة اللي فاتت واللي قبلها السكواد اللي موجود السانادي خبرة مستر موسماني وامتلاكه الأدواته والفاهمه لعناصر القوة وعناصر الضعفة في الفريق والشغل اللي اشتغلوا على مدار موسمان يقولوا انه السنة دي طبيعي جدا تبقى البطولة الأسهل لكن ما فيش شيء بالكلام كله ترجمة شغل وتسعين دي في الملعب واللعيبة ان شاء الله بإذن الله هتكون أقدم مسؤولية كنت بتكلم مع كابتن أيمن شاوئي اللي هتقابلوه ان شاء الله على شاشة الأهلي كمان يمكن نص ساعة مع عبدات الاستوديو التحليلي قال لي ان شاء الله بإذن الله النهاردة الرجال هتقدم عرض قوي وتوقع انه النتيجة تكون 3-0 وأنا كمان أتمنى ان شاء الله لأهلي يقدم عرض قوي ويسعد جماهيره النهاردة مطش النهاردة في منتهى الأهمية نروح لقائمة الفريق القائمة ضمة 21 لعب منهم محمد الشنابي وعلي لطفي ومصطفى شبير حراسة المرمة معهم رمي ربيع حمدي فتحي حسام حسن محمد شريف اللي نتمنى له بقى يعني بعد هذا هدف فارقه زي ما كنت بتكلم مع فاروق أعتقد هدف في توقيت مهم جدا 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 بالنسبة لشريف حسين الشحات أليو ديانج السولية محمد مجدي أفشا كل سنة انت طيب مرة تالتة محمود وحيد أهلي معلول محمد محمود بيرسي تاو محمد عبد المنعم طهر محمد طهر كريم فؤاد ومعهم لويس مكسوني ومحمد هاني وعبد القادر والأهلي طبعا يمكن كان بيتمرنوا بيستعد يومين على ملعب التتش وبإذن الله ان شاء الله يكون موفق النهاردة في مواجهة المريخ طيب تاريخيا طبعا الأهلي بيتفوق بمراحل على المريخ السوداني في المواجهات اللي جمعتهم قبل كده اللقاء النهاردة زي ما قلت لكم مؤجل من الدور الأول والمريخ يمكن كان قابل الأهلي في 8 مباريات 6 منهم اتلعبوا في دوري الأبطال بداية من سنة 83 مشوار طويل 83 2002 وطبعا 2021 ومطشين في بطولة أفريقيا لعندية أبطال الكؤوس واحدة منهم كانت في مطشين دول كانوا في نسخة 99 ونجح الأهلي في المواجهات دي أن يفوز بخمس مواجهات والتعادل كان حاضر في مبارتين فيما فاز المريخ في مواجهة وحيدة طبعا يمكن الأهلي والأنداية السودانية ابتدى المشوار مع المريخ يعني أول فريق واجهه نادي الأهلي في البطولات الأفريقية من السودان كان نادي المريخ السوداني وتحديدا في نسخة 83 والمواجهة الأولى انتهت بفوز الأهلي كانت شيء طبعا منظم مجموعات ساعتها الأهلي فاز بهدف 1-0 والهدف ده كان سجله كابتن محمود الخطيب حداف الأهلي طبعا التاريخي في البطولات الأفريقية وطبعا رئيس النادي الحالي وأكبر فوز في تاريخ مواجهات الفرقتين كان من نصيب الأهلي فاز بخمس أهداف مقابل هدف واحد وده كان فوز على ملعب الأنمريخ ووسط جمهوره آخر لعب سجل في نادي المريخ السوداني كان ياسر إبراهيم في وقت قاتل طبعا بعد محط أو سجل هدف الثاني في مرمى المريخ في المباراة اللي كانت انتهت بالتعادل بين الفرقتين بنتيجة 2-2 طيب قبل ما نروح لمجموعة من أخبارنا العالمية خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية لحضراتكم في السادس